كبرى المحطات ووسائل اعلام العالمية تعتمد اسلوب التضليل بهدف تضيع الحقيقة فالقول ان جبهة النصر والقاعدة تنظيمات ارهابية ما هي الا محاولة لفصلها عن الجيش المرتبط والحقيقة ان كل من يحمل السلاح ضد الدولة السورية هم قتله مجرمون يقصفون الجامعات والجوامع يقتلون المدنيين الابرياء ويمثلون بالجثامين يعلمون الاطفال قطع الرؤوس يفخخون السيارات ويفجرونها في الاسواق والساحات ولم يتركوا موبقة الا وارتكبوها حتى معالم التراث ومقامات الصالحين لم تسلك من دنسهم هؤلاء جميعا على حد سواء ولا يمكن لاعلام العار ان يستر عوراتهم ويغسل عارهم اما اسيادهم الذين تنهشوا عقولهم ان وجدت عقدة الاجنبي الاوروبي اولئك الذين رضعوا حليب باريس ولندن وسكروا في اسطنبول وظنوا ان امريكا قدر مقدر فان اثمنهم رخيص واكيسهم بشع وافقههم غبي واشرفهم عميل اشتراهم امير الغاز بدراهم بخسة ثم باعهم لاحفاد غورو والصلاطين الذين لقنوهم كلمات راحوا يجدرونها من طلوع الفجر الى افول النجم فيقولون حرية وهم عبيد ويريدون سلب هذا الوطن حريته ويقولون ديمقراطية وصندوق الذخيرة على ظهورهم ثم يتقولون عن اقدم واعرق وانبل جيش عرفه التاريخ وجيشهم المرتبط حفن من المرتزقة القتلة اللصوص القادمة من ظلمات القرون ان قلنا لا يعلمون نخطئ فهم سمعوا بالغاز على سواحل المتوسط ووعدتهم سيدتهم امريكا فلماذا لا يكونوا كالي ثاني وسعود امراء سماسرة الغاز المكتشف ما لا يعرفه ولن يعرفه المتأمركون الجدد هو ذاته ما لا تعرفه ولن تعرفه مشيخات النفط والغاز هو ان كرامة سوريا تجري في عروق اهل الشام مع مياه بردا شامخة كقلعة حلب ممتدة في الافاق كشواطئ سوريا دافئة كحماه صلبة كحجارة تدمر طيبة كسهول حوران معطاءة على ضفاف الفرات والخابور هنا سوريا لا بيع ولا شراء بالقيم والانسان حيث للكرامة رجال يسيجونها بسواعدهم ويفدونها بارواحهم رجال عاهضوا الله فصدقوا اولهم في السادس من ايار قالوا ففعلوا وهم الابات حمات الديار هذا جيش الوطان هذا مننا وفينا هو حامل حمام امان يعطينا هذا خيه اخيك خيه انا اخيك ما تخل بلادي بالعلال شمينا مجددا مرحبا يميكم مشاهدين الكرام يسرنا ان نرحب في حوار اليوم بالاستاذ عمران الزعبي ووزير الاعلام مرحبا بك سيادة الوزير مهلا وسهلا بك جادة بداية يعني قبل يومين من عيد الشهداء السيد الرئيس بشار الاسد شارك الالاف من طلاب جامعة دمشق بازاحة السطار عن النصب التذكاري لشهداء الجامعات السورية ولكن سؤال سيادة الوزير كيف تنعكس مشاركة الرئيس في الفعاليات الوطنية على جبهة الاعداء وخاصة الاعلامية اولا يعني دعني ابدأ بقوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الرحمة لكل الشهداء لكل الضحايا السوريين الشفاء لكل الجرحة اولا السيد الرئيس منذ بداية الازمة حتى هذه اللحظة لم يغب لحظة واحدة عن المشاركة في كل الفعاليات الوطنية والمناسبات الوطنية وهذا طبعا ليس في مواجهة احد او ردا على احد السيد الرئيس يمارس واجباته الوطنية والدستورية على اتم واكمل وجه هلأ شو بآلوا هنين شو بشيعوا مرة على باخرة مرة على بارجة مرة مدريوين الكلام غير جدير بالرد وغير جدير بالنقاش في الاساس هذه نقطة نقطة ثانية نحن مقبلون على الاحتفال بعيد الشهداء وكما كنا نقول اساسا ان عيد الجلاء هو عيد الاعياد فلعيد الشهداء ايضا مقام خاص بين المناسبات الوطنية والمناسبات الدينية وكل المناسبات التي يحتفل بها السوريون لانه لو لا الشهداء اساسا لما كان الجلاء ولولا الشهداء لما كانت سوريا ولولا التضحيات لما كان هذا الوطن اساسا موجود ولما كانت كل المفاهيم الوطنية قائمة بهم نصل الى النصر ما في شك هم يعني هم اسباب وجودنا جميعا اساسا من قبل ستة ايار وتاريخ سوريا كله بكل الاحوال هو تاريخ بطولة وشهادة والشهداء السوريون بالمجمل هم شهداء القوات المسلحة والشهداء المدنيين على مدار هذا التاريخ الوطني الحافل نعم انت تعلم لا يوجد اسرة في سوريا لا يوجد بيت في سوريا تاريخيا مش الان لا يوجد عشيرة في سوريا لا يوجد احد في سوريا لا يمت بصلة قرابة مباشرة لشهيد او لشهيدة ام اخ اخة ابن زوج الى اخره من كل القطاعات لذلك لا يوجد احد في سوريا الا واسهم بطريقة او باخرى في عزة هذا الوطن وكيانه ووجوده وسيادته ولذلك ايضا لا يجوز ان يكون هناك احد في سوريا قادر على ان يقول او يمكن ان يقول من باب المسؤولية الوطنية على انه غير معنيا بما يحدث لان ما يحدث يمس كل واحد مننا مباشرة يمسه في مستقبله وحاضره ويمسه ايضا في ماضيه لان اهله وذويه وعائلته واجداده لهم اسهام في بناء الدولة ولهم اسهام في الوجود الوطني ككل هذا المشهد الحقيقة عادة يختزل احتفاليا حقيقة باحتفال عيد الشهداء والشهداء كما قلت اليوم يعني زيارة سيادة الرئيس الى مباني جامعة دمشق وازاحته الستارة عن النصب التسكاري الاول لشهداء الجامعات السورية اولا هو تكريس لكيف ينظر السوريون جميعا بدءا من اصغر مواطن وحتى مقام رئاسة الجمهورية وسيدة الرئيس كيف ننظر الى مسئلة الشهادة كيف نجل الشهداء كيف نحترم الشهداء كيف نقدر الشهداء اولا هذا هو التعبير الاول في هذه المناسبة بالمطلق التعبير الاخر حقيقة هو ان قدرة السوريين على الدفاع عن سوريا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد هي قدرة هائلة قدرة غير عادية قدرة استثنائية وانا كنت اقرأ في مجلة امريكية اليوم الوكلي ستاندرد تتحدث عن قدرة السوريين في مجلة امريكية وهي ليست يعني من الذي تهتم بشؤون الفعلي هي تهتم بالشؤون الاخرين على حسابنا هي تعالج مسألة قدرة السوريين القيادة والحكومة تماما بهذا المعنى وحتى الاعلام السوري على التعاطي مع الازمة بعناوينها الاستراتيجية وبيومياتها والتجدد اليومي في هذه المواجهة الان قبل ان نخوض يعني في تفاصيل مشهد السياسي انا اقول لك طبعا قد يدهش البعض انه في ظل هذا الظرف الامني وهذا الظرف الصعب ان السيد الرئيسي الجمهورية في رحاب جامعة دمشق بين الالاف من الطلاب وقال لهم ان الارهاب هو سلاح الجبناء نعم انا اقول بكل بساطة هذه المشاركات الرئاسية مشاركة الرئيس سيد الرئيس بمثل هذه المناسبات اولا فيها من العنفوان الوطني ما لا يمكن تقديره وحسابه ثانيا السيد الرئيس يشعر اكثر فاكثر بالاطمئنان عندما يكون بين الناس وليس العكس هذا ما حصل في الاول من ايار ايضا وليس العكس في عيد العمال تمام وليس العكس السيد الرئيس حتى هذه اللحظة طيلت مدة هذه الاذمة ورغم الظروف الامنية ورغم الحرب الاعلامية ورغم التهويل ورغم الكذب ورغم الافتراء وشو ما بدك اعلى درجات طمأنينته على المستوى الشخصي والوطني عندما يكون بين الناس وفي الشارع ويفسروا هنا بقال كيف ما بدون سيادة الوزير كان لك زيارة الى روسيا بمتابع هذا التقرير حول زيارتك الى موسكو تأتي روسيا في مقدمة الدول التي تقف لجانب سوريا منذ بدء الحرب عليها قبل اكثر من عامين وشكلت ساحة للكثير من السوريين من الاطياف كافة لبحث كيفية الوصول الى حل يحفظ سوريا ووحدتها وسيادتها روسيا شكلت خلال الايام الماضية محطة لوزير الاعلام عمران الزعبي في زيارة السمرت لايام الزيارة التي اتت بناء على دعوة من مجلس الدومة كانت مناسبة للقاء جهات سياسية واكاديمية واعلامية للحديث عن الاوضاع في سوريا والعلاقات السورية الروسية من بين اللقاءات والنشاطات التي اجرح الوزير الزعبي مشاركته في احياء ابناء الجالية السورية لذكرى الجلاء ولقاءات مع نائب وزير خارجية روسية ميخايل بوقدانوف ومع نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي الياس اومخانوف ومع قيادة ونشطاء جمعية الصداقة الروسية السورية فضلا عن محاضرات له في الاكاديمية الدبلوماسية واخرى في معهد الاستشراق ومشاركته ايضا في جلسة عمل بمجلس الدومة مع لجنة الاتصال والتكنولوجيا والاعلام حول الحروب المفتوحة والحروب الاعلامية في العالم المعاصر والتي كانت فيها سوريا وما تتعرض له نموذجا لتلك الحروب وزير الاعلام الذي ترافقت زيارته مع حملة شريسة من قبل دول ومؤسسات اعلامية مضللة عن استعمال الاسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية جدد الموقف السوري من هذه القضية ولم يفصلها عن النجاحات التي يحققها الجيش العربي السوري على الارض والتي اوقعت المتامرين على سوريا في حالة هستيريا واضع الوزير على جوانب كثير من الحرب التي تتعرض لها سوريا مشيرا الى زياد عدد الاجانب في الصفوف الارهابيين ليصل الى ثمانين بالمئة ومعتبرا ان البعد الاعلامي في هذه الحرب رئيسي واساسي وهي حرب فريدة من نوعها من جهة التناقضات ففي وقت يدعي فيه الغرب محاربة الارهاب يقوم بمساندته ويقدم لهم مختلف اشكال الدعم في سوريا وتناول وزير الاعلام في تصريحاته ونشاطاته موقف الحكومة السورية من الحل ومن الحوار ومن التدخلات الاجنبية واخرها قرار الغرب بشراء النفط من المعارضة السورية وكذلك قرار الجامعة العربية اعطاء مقعد السورية لائتلاف الدوحة زيارة وزير الاعلام عكست كغيرها من زيارات المسؤولين السوريين عمق العلاقات بين موسكو ودمشق والتي وصفها بالوطيضة مؤكدا ثقة الشعب السوري بروسيا وشعبها وقيادتها استاذ عمران ما هي الانطباعات التي خرجت بها من هذه الزيارة والتي ترافقت مع الكثير من التطورات فيما يخص الحرب على سوريا داخليا وخارجيا طبعا بالدرجة الاولى الزيارة هي زيارة دعني اقول بين اشقاء والاشقاء الروس بالعموم في مقاربتهم وموقفهم مما يحدث في سوريا هم يمثلون الموقف الاكثر موضوعية بين القوى الدولية وبين دول العالم بالمطلق لماذا نقول الاكثر موضوعية لانهم حتى في الجلسات الخاصة حتى في النقاشات التي تدور حتى في التساؤلات في الحوار يتحدثون باستمرار عن اهمية ايجاد حل سياسي وكيف يمكنهم المساهمة في هذا الحل السياسي هذا يجعلنا نصف هذا الموقف الروسي بالموقف الموضوعي لماذا موقف موضوعي اولا لانه يتطابق تماما مع موقف القيادة السورية منذ البداية في النظر الى اهمية الحوار وتقدير ضرورة اجراء حوار سياسي وطني سوري له القاطرة التي تقود عملية الخروج من الازمة النقطة الثانية ان الموقف الروسي تعاطى مع ما يجري في سوريا وعلى الارض السورية ايضا برؤية مركبة عنوانها انه يفهم تماما حجم التدخل الخارجي وصوره غير المباشرة وبالتالي مسألة تدفق السلاح والارهابيين وما الى ذلك ومسألة الدعم ويميز بين هذا الجانب والجانب الاخر السياسي الذي يرتبط باهمية الحوار بين القوى السياسية والمجتمعية السورية بمعزلين عن اي تدخلين خارجيا بالمنطق السياسي هذه الرؤية ايضا تنسجم مع رؤية القيادة السورية وموقف القيادة السورية دعني انخل المجتمع السوري بالاغلب باننا نريد ان نتحرك في سياقين على محورين المحور الاول هو محور مواجهة الارهاب واعادة الاستقرار والامن الى عموم البلاد والمثألة الثانية الاستمرار والجدية والتفاعل مع قضية ومفهوم الحوار واهميته وضرورته والتمهيد له عبر لقاءات تمهيدية تشاورية مع كل القوى السياسية والمجتمعية وما ترتب على ذلك اساسا او هيئة لذلك دعني اقول من مبادرة البرنامج السياسي لحل الازمة الذي يتضمن بعد سياسي وبعد اقتصادي وبعد مجتمعي والتي طلقت او هذا البرنامج الذي بني اساسا على رؤية وخطاب سيد الرئيس في ستة واحد من هذا العام نعم لذلك الموقف الروسي هذه مكوناته الاساسية يفهم جيدا طبعا كل ما يجري بالمعنى الامني واللوجستي والسياسي والاقتصادي وشكل الضغط وحجم الضغط هم في صورة كل هذه التفاصيل كبيرها وصغيرها وبنفس الوقت هذا الموقف دعني اقول فيه الكثير من القيمة المبدئية كدولة كبرى كدولة حريصة على التزاماتها الدولية التي جزء منها جزء من هذه الالتزامات موثق بميثاق الامم المتحدة في الحفاظ على السلم والامن الدوليين وفي عدم السماح في التدخل في شؤون الدول عملا ايضا بالميثاق والابتعاد عن دعني اسميها يعني العبث العبث بمقدرات الدول وسيادات الدول سيادات الوطنية هذا الموقف او هذا الكلام هو حقيقة سمات وخصائص موقف جمهورية الاتحادية نعم السيادة الوزير الزيارة استغرقت ايام وهي طويلة بالتوصيف كيف وجدت انت كشخص المزاج الروسي تجاه ما يجري في سوريا شوف عندما نقول المزاج الروسي هنا فنحن نتحدث عن مزاج شعبي ومزاج حكومي نعم وكلاهما متطابق وربما من الحالات القليلة التي يتكون فيها كل القوى السياسية والأحزاب والقوى المجتمعية داخل روسيا متوافقة الى هذا الحد الكبير في مقاربتها ونظرتها الى ما يجري في سوريا وهذه ميزة من مزايا هذا الموقف هذا الموقف كما قلت ايجابي موقف يرفض العنف يرفض الارهاب يشعر بمخاطره يقدر تماما ظروف المواجهة في سوريا يفهم تماما بالمعلومات والمعطيات وليس بالخطابات فقط او بالنقاشات المجردة على الارض حجم ما تفعله بعض الدول في المنطقة حجم مداخلاتها حجم مساندتها للمجموعات المسلحة وبالتالي يبني موقفه بشكل علمي وعملي استنادا الى فهمه لالتزاماته الدولية واستنادا الى علاقاته التاريخية مع الدولة السورية واستنادا ايضا الى رفضه القيم والمبدأ لمسألة الارهاب ولمسألة التدخل في السيادات الوطنية نعم سيادة الوزير يعني بعد ايام هناك اجتماع بين كيري ولافروف الثلاثاء القادم يعني والتناقض هو لازال سيد الموقف على الاقل المعلن منه يعني سيادة الوزير هل هناك ترى انه الامور ذاهبة ليتوافق روسي امريكي وان كان ذلك ما هي بوادر هذا التوافق شوف اولا دعنا نكون صريحين جدا وشفافين خاصة ان الناس تسمعون يعني نحن في جلسة على التلفزيون كل جهد خارجي يبذل هو جهد ممكن يعطي قيمة مضافة ولكن العبرة في المحصلة هي لما يجري داخل سوريا نعم وكل تصور خلاف ذلك هو تصور غير عملي وغير سياسي يعني غير مفهومي بالمعنى المفهوم السياسي ما يجري على الارض ما يجري بين السوريين مواجهة الارهاب التقدم في المناقشات للقاءات التشاورية من اجل حوار وطني واستكمال الارضية لازمة للتأسيس لحوار وطني شامل هو الاساس هلأ شو في جهود دولية شو في جهود اقليمية شو في مبادرات شو في افكار شو بالضيف كله قابل للنقاش جزء منه جزء منه قد يسهم ويساعد ولكن البناء الاساسي الحامل الاساسي لمستقبل سوريا وليستقرار سوريا وليوحدة سوريا وليسيادة سوريا هو ما يجب ان يكون بين السوريين هذا ما نفهمه نحن هذا ما يجب ان تفهمه ايضا المعارضات السياسية بمعنى اخر يجب ان نفهم جميعا كسوريين انه لا بديل على الاطلاق عن حوارنا لا بديل على الاطلاق عن الجلوس مع بعضنا البعض كل اتكاء كل استناد تمام الى قوى خارجية وادوار خارجية ومعطيات خارجية وتأملات وامال خارجية بجوز يتصور البعض او نتصور كلياتنا او اللي بدك يا انه ممكن يسهم في تغيير هذه الحقيقة التي هي عنوانها ومفادها اذا لم نتفق مع بعضنا كسوريين اذا لم نجلس على طاولة حوار ونقاش اذا لم نتخلى عن كل عصاب سياسي واديولوجي يحكم نقاشاتنا وتصوراتنا وتبادلنا للاتهامات ولي بدك يا اذا لم نقل للاخرين الذين يشتغلون يعني علينا وفينا وبنا لاهدافهم الضيقة او لمشروعاتهم الغير قومية الغير وطنية الغير سورية للمشروع الصيوني اذا ما قلنا لكل هدول الناس انه اخي شكرا تركونا بحالنا نحن كل عمرنا نعرف نتفهم ورغم الذي حدث ورغم السنتين اللي مضوا نحن فينا نحكي مع بعض وفي بناتنا لهجة مشتركة وفي بناتنا قضايا مشتركة وثقافة مشتركة وروح مشتركة واتماءات مشتركة ووطن مشترك تمام وبالتالي فينا ندبر بعضهم نفهم مع بعض نفهم مع بعض ما قاله لافروف ايضا سيادة الوزير الموقف الروسي الامريكي مهم ولكن ليس حاسم لا 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 يوجد شيء ينقل سوريا الى الاستقرار يعيد لها الاستقرار والامان نعم ويحافظ على وحدتها وسيادتها وامنها واستقرارها واعادة اعمارها الا جلوس السوريين مع بعضهم البعض كل حدا عنده تصور بغض النظر ويتصدقوا وين موقع انه في طريقة تانية في خيار تاني في احتمال في امكانية هذا الموضوع بيكون رهان ولعبة قمار سياسي دعنا نسميه بالبلد وبالناس نعم لا يوجد اطلاقا منطق يعلو على منطق الحوار لا يوجد حتى في ظل ازيز الرصاص حتى في ظل السيارات المفخخة يلي نحن نتهم بها الارهاب وهو بسؤولون عنها او المجموعات الارهابية انا عم بحكي على المعارضات السياسية مش عم بحكي على القتل والقتلة والارهاب والاخرية انا عم بحكي على العمل السياسي العمل السياسي كمفهوم الناس اللي بتفهم تشتغل سياسة احزاب مؤسسات منظمات مجتمع مدني انا بقصد هدول انا بخاطب هدول نعم بغض النظر وين موقعه باليسار باليمين بالنص بالوطني بالقومي بغض النظر انا عم بخاطب هدول هؤلاء الناس هذه القوى كبرت ام صغرت يعني عشرة ولا خمسة عشر ولا ألف ولا عشر تالات مش مهم الحجم تمام مهم الفاعلية هؤلاء جميعا وكلنا جميعا يجب ان ندرك ونؤمن ونتصرف بوحيا من هذه القناعات مش انه والله منفهمانين انه هيك بس عم نشتغل عكس هيك الطريقة الوحيدة ان نجلس الى بعضنا ونتحاور ونحن قلنا ودعينا وبصريح العبارة باب الحوار مفتوح مش بس باب الحوار مفتوح مواضيع الحوار ايضا مفتوحة بس بنقعد مع بعض ومنحكي بلغة العقلاء وبلغة العقل الوطني مش مش العقلاء بدي يكون عاقل وبيدي يكون حريص على البلد وعلى الوطن والحرص على الوطن اعلى شأنا ومرتبة من الحرص على كل الاشياء الاخرى يعني ابواب الحوار مفتوحة الى كل شيء تحت سقف الوطن طبعا طبعا وشان نفهم شغل انه في ناس حتى انه تقولوا تحت سقف الوطن شو يعني تحت سقف الوطن يعني من اجل الوطن تمام ستح سقف الوطن يعني من اجل الوطن مشان ما حدا يفهم انه تحت سقف الوطن انه انا بدي يجيبه على مدرس جامعة دمشق ولا اعده على اهوة على الشاطئ مش هذا الحكي انا عم بحكي من اجل الوطن يعني بدنا نحكي كيف نريد ان نحافظ على السيادة الوطنية كيف نحمي الحدود كيف نبني البلد كيف نأسس لديمقراطية حقيقية فاعلة منتجة الى اخرية كيف 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 في جملة اسئلة كيف ننشتغلها هلأ نتفع على هدول القضايا نقول هيك لازم نعمل هكذا تكون هكذا تكون قصة فلانية المسألة فلانية ثم نقول تعونا ندخل في التفاصيل الديمقراطية تحتاج الى واحد اثنين ثلاثة دستور قانون احزاب قانون اعلام كذا كذا الاخرية الحريات بده واحد اثنين ثلاثة بده ضمانات حريات واحد اثنين ثلاثة تمام ما عندنا مشكلة في هذه المسألة ابدا بجوز البعض احيانا بعض الناس ذهنهم يذهب حسن بهذا النقاش الى محلات تانية بيجي بيقول لك انه طيب لماذا لم تفعلوا ذلك منذ سنوات لماذا لم كذا الى اخر تمام منطق سؤالي بينحكى ما عندنا مشكلة بهذا النقاش انا بالالفين واربعة قلت بيحدى المحاضرات هون بدمشق طالهم اذا الواحد قاعد ببيته وشاف البيت عما يدله في السقف شو بيساوي شو الامر البده لهم بيقوم فورا بيحاول يمنع بيستنى لا يقع السقف لا اكيد لا الدولة السورية والحكومة السورية والقيادة السورية بادرت منذ سنوات اخذت اتجاهات معينة في التطوير الاداري في الاصلاح اداري في الاصلاح الاقتصادية الاخرية قد يكون في المجال السياسي لم يتواكب او لم يتساوق مع بقية الاتجاهات الاصلاحية الاخرى هذا مشروع ورؤية بالمناسبة مش لانه ما بدنا نعمل الاصلاح السياسي نفهم هذه المسألة كان في ناس ترى ان الاصلاح الاقتصادي هو قاطرة كل الاصلاحات وكان في ناس قلت لا الاصلاح الاداري وكان في ناس تقول لا الاصلاح السياسي بالاخير هي اجتهادات ورؤى اليوم في ظل الازمة وفي بداية الازمة نحن اطلقنا او الدولة اطلقت قاطرة وحزمة كبيرة من الاصلاحات نعم قانون احزاب ودستور جديد وا 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 الى اخر تمام وكل هذا الذي اطلقته الدولة كان جهدا طيبا وضروريا وحاجة وطنية ملحا هلأ في بعض قوى المعارضة ما وافئت جملة وتفصيلا ومضمونا وإلى اخر عاد بالعمل السياسي هذا بيصير مش يعني هذا مش استفزازي بالعمل السياسي هذا بيصير طيب انا اليوم بيجي بزعم انه اخي انا في حصة بالشارع انت بتزعم انه في حصة بالشارع وانتو مالكو انتو مالكو كل هذه النقاشات شو هو الذهاب الى صناديق الاختران بيطلع لك ميت كرسي بمجلس الشعب خدهن حلالة لي بيطلع لك خمسين كويس بيعكسوا شعبيتك بالشارع بس حتى هذه الشعبية بالمناسبة قد لا تكون معبرة كثيرا احيانا تعرف في تكتيكات انتخابية احيانا مسؤول بن حزب بيلقي خطاب بتنزل شعبيت حزبه خمسة بالمية عشرة بالمية بس الناس بالضل بتحب هذا الحزب بس بالانتخابات ما عطتوا هاي تفاصيل للعبة الديمقراطية نحن نريد ان نذهب الى هذا الملعب كيف نذهب الى هذا الملعب يعني كشلون بدنا نصمم ونهندس ونرسم الخريطة ونعمل المخططات والاخر لهكذا مستقبل للبلاد دون ان نجلس الى بعضنا البعض طيب نحن جينا عملنا شغل شاركت فيه بعض المعارضة وليس كل المعارضة ماشي الحال اتهمنا انه عم يعملوا اصلاحات لحالهم وتجاهلوا وكذا الاخر انه لكم تفضلوا وشاركوا ما بكم طيب هلا بنرجع نقول تعالوا لنتشارك لا تضيعوا الوقت هون ضيع الوقت مش ست ساعات ضيع الوقت هون دماء وارواح وبنى ومستقبل وسيادة والاخرية ماشي المسألة الاحزاب يجب ان تكون اكبر بقياداتها وكوادرها من التفاصيل الصغيرة شايف كيف انا عمل لك مثلا انا رجل انتمي الى حزب البعث انا انتمي الى حزب له تاريخ بالتضحيات ما احد يبدأ يتجاهله مما كان ما احد يبدأ يتجاهله ولا احد يبدأ يلغي هذه التضحيات على سبيل المثال خاصة بمثال على ذلك بغض نظر انه كان رأيي اليوم بالمناقش التاريخي انه كان صح وغلط عندما حل حزب البعث نفسه من اجل الوحدة طبعا هلا في ناس تقول لك صح وغلط صالح هذا نقاش يتناقش بمعايير ذلك الزمان لكن هذا الحزب تخذ موقفا تاريخيا بالمحصلة طيب كيف تتم المقارنة بين الاحزاب الجديدة التي انشئت حاليا وبين حزب البعث هل يجب ان يكون مفارقات انه هو حزب عريق امر طبيعي امر طبيعي هذا في عمر وفي تجربة سياسية هذه الاحزاب بعد عشرين خمسة وعشرين سنة عشر سنين خمسة سنين هي حسب نشاطها وحسب صلاتها بالجماهير وحسب اتصالها بالناس في احزاب بجوز تكبر في احزاب بجوز تندستير في احزاب بجوز تنقسين في احزاب بجوز واحد هذه طبائع العمل السياسي يجب ان لا نفهمها خارج ذلك وهذه الاحزاب الجديدة كل احزاب محترمة ومدعوة الى العمل السياسي العمل السياسي مش اجندات مش اهداف سياسية فقط العمل السياسي مشروعات سياسية يعني اليوم أنا بجيب إليك أنه أنا حزب أو قوة معارضة وطالب تنحي الرئيس وبيدي تسقط الحكومة وبيدي أعمل أخرين ابني هاي أهداف سياسية أجندات سياسية لكي أصل إليها لكي أصل إليها يجب أن يكون لدي قدرة على ممارسة العمل السياسي وفق مشروع سياسي نعم طيب بعدين بهالمشروع السياسي بقدر غير الحكومة وبقدر غير الرئيس وبقدر غير حزب البعض وبقدر غير السمت والاتجاه تبع البلد بالعمل السياسي ليس بالسلاح ليس بإطلاق النار ليس بالسيارات المفخخة ليس تمام هذا منطق وذاك منطق يجب أن نميز أما أنا بعتبر أن أهدافي السياسية كافية لتبرير سلوكي هذا ليس صحيح هذا ليس صحيح والدليل على ذلك أن الكثير من المعارضات السياسية تخسر في الشارع أنا أقول لك في قوى معارضة سياسية محترمة كان لها في بداية الأزمة جمهور ضئيل اليوم لها جمهور أكبر في قوى سياسية معارضة أخرى كان لها في بداية الأزمة جمهور أكبر اليوم لها جمهور أقل شو اللي غير مزاج الناس تجاه المفهوم المعارضات غير سلوك القوى السياسية المعارضة شو اللي رفع مستوى التأييد للدولة وغير مزاج الناس حتى في دعم البرنامج السياسي لحل الأزمة والآخره أيضا الممارسة السياسية على الأرض الجدية على الأرض هذا هو جوهر العمل السياسي نعم سياسة الوزير خلال زياراتكم لروسيا هناك قضايا ربما تطرح لأول مرة منها مساعدة روسيا في إعادة أعمار سوريا وأن تكون سوريا في المستقبل عضو في منظمات دولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الدول البريكس كيف كانت الاستجابة الروسية لمثل هذه القضايا الحقيقة هذا نقاش وليس قضايا طريحات هذا اختصاص خارجية والاختصاصات أنا كوزير إعلام عم بكي وكمواطن سوري أولا ما في شك أنه الذي دفع مالا ليهدم سوريا ويقتل السوريين ليس له ولا لماله ولا لدولته ولا لكيانه ولا لشركاته ولا مؤسساته محل في مستقبل سوريا هذه يعني مش قابلة للنقاش ولا المساومة إذن سيكون لمن لم يدفع مالا لمن لم يخرب لمن لم يساهم في قتل السوريين أو تدمير سوريا سيكون له مكان طيب هدول اكتار لماذا دفعوا أيضا وما ساهموا الأولوية فيما بينهم هي لأولئك الأصدقاء والأشقاء الذين كانوا في الأزمة السورية وفي الحرب على سوريا وفي العدوانة السورية موضوعيين كتير منطقين كتير حريصين كتير في مقدمتهم روسيا الاتحادية والصين وإيران ودول البريكس ودول منظمة شنقهاي والآخرين تمام هذه المنظمات ليست منظمات عسكرية وليست أحلاف عسكرية وهي منظمات فيها تعاون اقتصادي فيها لها بنى مادية ومؤسسة لآخرين ولماذا لا نكون جزءا من هكذا منظمات دولية لماذا لا نستفيد من خبراتهم من إمكانياتهم من قدراتهم هذا من حق سوريا تمام وتطلع إليه تطلع مشروع نعم الفترة الماضية سيادة الوزير لاحظنا حمل ممنهجة من دول ومن وسائل إعلامية معروفة عن استخدام استلاح الكيميائي من قبل الحكومة السورية ما ضجت الكيميائي هل هي مقدمة لخطوات قد تتخذها الدول التي تتآمر على سوريا شوف أولا قصة الكيميائي يعني هي قصة كبيرة بس هي شو يعني كبيرة في حادثة محددة وقعت في منطقة خان العسل بحلب ضحايا هذه الحادثة من الشهداء هم عسكريون ومدنيون نعم هذه الحادثة لم يتهرب أو لم تستطع أو يستطع الفاعل أن يتهرب من فعلته فيها لعدة أسباب بسبب الضحايا وبسبب المنطقة تحت سيطرت مين وبسبب المنطقة التي اطلقت منها القدفة أو الصاروخ تمام نعم بالتالي في فاعل يتحمل هذه المسؤولية هذا الفاعل من الواضح أنه من الطرف الآخر ليسا من الدولة الأمر الطبيعي أن تتخذ القيادة السورية والخارجية السورية موقفا في هذه المسألة فطلبت من الجمعية العام المتحدة من الأمين العام التحقيق في هذه الحادثة نعم الأمين العام في البداية استجاب لهذا وتقرر تشكيل لجنة التحقيق عندما يعني كادت لجنة التحقيق أن تكون على الأراضي السورية لتقوم بواجباتها في خان العسل تعرض الأمين العام الممتحدة إلى ضغوط فرنسية بريطانية قطرية خليجية إلى آخر هذه الضغوط كان عنوانها البسيط إذا البعث يا رايحة خلينا نحقق بكذا محل وين ما كان لا لا نحقق بأنه لدينا معلومات أن هناك استخدام محدود غير مؤثر غير استراتيجي لبعض المحل خلونا نشوف خلونا نشوف خلينا نناقش القصة ببساطة لا بد القصة كتير إيديولوجيا ولا بد كتير ببساطة وبلغتين سهلة ومضوعية المفترض أنه إذا كانت الدولة قد استخدمت السلاح الكيميائي قبل خان العسل مفترض وفي كل هالأوادي مولاد الحلال ناطرين على الكوع تمام يعني اللاطين كلياتهم عم يستنوا طبعا كانت قامت الدنيا وقعدت وشكاو يا لطيف مصبوط والإدارة الأمريكية عم تحكي كانت من زمان وخط أحمر وخط بنفسجي ما حدا حكى بهذه قصة نهائيا ليه ليش لأنه لم يجري استخدام أصلا عندما وقعت حادثة خان العسل وتبين لهم أننا جادون في دعوة اللجنة تمام فتحوا ملف من عندهم طيب هذا الملف ليس له أولا أساسا سند مادي بالنسبة لهم هلأ نحكي بمنطق محدد ليس لديهم سند مادي في هذه المسألة ليس لديهم شكوى في هذه المسألة نطق طيب جينا ألنا نحن هذا الكلام نطق كيف يعني شو معناه هذا الكلام دعونا نفسر كيف يغير الأمين العام الموقف ولا تأتي اللجنة إلى سوريا في تفسيرين قد يكون أحدهما هو تفسير الوحيد وقد يكون كلاهما وهذا صحيح أيضا التفسير الأول هو أن هناك من أراد يعني مثل ما بيقولوا عنا بالعامية يميع القصة يقوض أساسا نهائيا وبالتالي ما تيجي اللجنة بالنتيجة نحكي هيك بيقول هيك بيردوا السورين هيك فما بتيجي اللجنة فانتهى الموضوع نجأ نجأ الفاعل ومن أمده بالمادة نجأ بفعلته تمام وخيارين الخيار الثاني الآخر أن تقبل الدولة السورية أنه ماشي الحال تعالوا على خان العسل وين بتحبه وساعتها منكون ركبنا الجزر تمام يعيد ويكرر ما حدث في العراق في قضية رجال التفتيش على أسلحة الدمار الشام تمام ومنكون أخذنا القصة في محل آخر سنة سنتين ثلاثة إلى آخره بعدين منعمل اكتشافاتنا اللي منكون اشتغلنا عليها بالأساس واجهوا بعض البريطانيين من رأخره أنه لدينا أدلة ولدينا كذا والآخرية طبعا كل هذه كل هذا الكلام لا قيمة له لا قانونا تمام وليست واقعية أساسا لأنه لا قيمة لدليل الذي بتم الاستناد عليه بمعزلين عن الدولة نعم تحدثت عن الهسر بس خليني كلمة هذول السياقين قد يصلحوا أحدهما ليكون مبررا لسلوك المتحدين أو يصلحون كلاهما تمام بالواقع الأمريكي يقول أوباما يقول أن استخدام السلاح الكيميائي خط أحمر ومن من قادة العالم وحكومات العالم لا يوافقه على هذا يعني مين اللي بيقول أنه استخدام الكيميائي خط أخضر الصين ولا سوريا ولا السودان ولا المغرر الأخري ما طبعا خط أحمر ونحن نوافق على هذا التفسير أو هذا التعبير هو مش تعبيره هذا تعبير سياسي تمام متوافق عليه ضمنا ضمنا هذا تعبير قيمي دعنا نسميه ما بيجوز حد يستخدم الكيميائي ولا يمكن استخدامه ولو كان لدينا سلاح كيميائي لن نستخدمه ولن نستخدمه أولا لأسباب قيمية وأخلاقية ودينية وشرعية وثانيا لالتزامات دولية نعم تبه ولذلك أيضا رسد رئيس بشار الأسد في مسألة الكيميائي لديه خط أحمر خط ذاتي ولكن إذا استخدم الكيميائي ضدنا والأمم المتحدة لم تتقدم لتمارس دورها ولم تستجب لدعواتنا في التحقيق شو من نعمل أكيد ما مرد بكيميائي قطعة ولم نستخدم إذا كان لدينا سلاح كيميائي في الأساس تمام يعني كل هالحفلة مبنية على احتمالية أن يكون فيه سلاح كيميائي تمام وجوده أو عدم وجوده تمام ولذلك هذا النقاش يجب أن يدور بهذه الطريقة تمام وإذا كان استخدام السلاح الكيميائي عند أوباما خط أحمر لأسبابه الخاصة فنحن أيضا لدينا إضافة لأسبابه الخاصة في قضية الاتزامات الدولية أيضا لأننا في سوريا لا يمكن أن نستخدم مثل هكذا سلاح إن وجد وأنا دائما بدون إن وجد فما أحد يأخذ التفسير أنه آل مركز الخمعته موجود إن وجد لأننا لا يمكن أن نستخدم هذا السلاح ضد شعبنا وضد أهلنا وضد ناسنا هذه نقطة مهمة نعم هلأ بيستخدموا الرصاص المجموعة الإرهابية يرد عليهم بالرصاص بيستخدموا صاروخ يرد عليهم بصاروخ بيستخدموا قذيفة يرد عليهم بقذيفة هذه طبائع المواجهة وطبائع الحرب لا أنا اخترعتها ولا الدولة اخترعتها السورية والآخر هي بكل الدنيا أما لما منحكي على الكيميائي هذا الكلام غير وارد بالمطلق شو صار بعد منها بدأوا البحث بسراقب صاروا بدهم يخلقوا أدلة تمام وعارف أنت يعني بجوز ما أن الخبراء عسكريين بس الكيميائي أنواع وأشكال وألوان وما أعلم في شيء منه محدود الضرر بيكون في شيء منه واسع الضرر صاروا يستخدموا شيء من الضرر بشان ينقلوا مصابين على مستشفيات بشان يجوا الأطباء والخبراء الأجانب الموجودين الآن في تركيا اللي زاروهم بالمستشفيات ويعملوا تقارير ولا آخر إنه شو بيفيد هذا الحكي هذا الحكي شو بيفيد هل هذا الحكي يدل على مصدر السلاح مصدر المادة تمام طيب فيه على اليوتيوب مش أنا حطيت على اليوتيوب فيه أفلام فيه صور وفيه صور لمجموعات إرهابية هم ينصوروا حالهم قدامهم زجاجات وفيه سوائل ووالى آخره وفيه مناطق يستخدموا فيه هذا السلاح دون أن يكون هناك حتى مجرد آثار أو يعني آثار أنه فيه حرب أو معركة أو الأخير ليس آثار المادة بمعنى آخر أنه هذا حدث واحد يستخدمه بهدوء بشكل مستريح ووالى آخره طبعا إضافة إلى ذلك أنا قرأت صورية نعم يفرجوها أنه شو بدأت تساوي لا وأنا قرأت جملة من التحليلات حتى على صور التي نشرت جملة من التحليلات النقدية العلمية حتى على الوجوه ووالى آخره ولمن ندخل فيها هذه التفاصيل ليست من يعني اختصاصنا ولكن بالمجمل بالمجمل هذا هو هذه المقاربة السورية لهذا الملف نعم سيد الوزير تحدث عن الهستيريا الأمريكية حول استخدام السلاح الكيميائي وأنها تأتي بسبب النجاحات التي يحققها الجيش العربي السوري على الأرض إلى أين يمكن أن تصل هذه الهستيريا شوف أولا يجب أن نكون واضحين جدا الدعم الذي يقدم نعم للمجموعات الإرهابية المسلحة وبتسميته المختلفة قاعدة وجبط نصر أو إلى آخره هو دعم كبير وواضح سواء بالأفراد أو بالسلاح أو لجهة نوعية السلاح وتطور هذا السلاح هذا واضح والتقنيات بما في ذلك تقنيات الابتصالات وإلى آخره هذا الكلام ما بتنجو يعني هذا الكلام ما أقول تقنيات لآخره هذا ما بتساوي ورشة بتعمل بسكوت ولا معمل أحزية هذا بتنجو دول كبيرة وشركات كبيرة وعندها تجارب ولآخره وبالتأكيد هذا مش منتج السوري يعني ما فينون يقولوا أخذنا تقنيات حديثة بالاتصالات كمبيوترات وشوية أجهزة اتصال بس أجهزة الاتصال هاي والكمبيوترات بتبعت لهم إياها بتساعده في إطلاق قذيفة بيروح فيها ميت مدني بس هذا الدعم غير فتاك تبعتها إيش لون يعني هذا التفسير الخاص فيهم أنه هذا الدعم غير فتاك لأنه ما بيتسبب مباشرة يعني هو ما بعت له صاروخ يمويد ميت زلمي بس بعت له جهاز تقني حديث يفضي بالمحصلة إلى كذا إلى وفاة الناس أو قتل الناس وبسام مثل ما قالنا الدعم غير فتاك أو أنه هذا دعم مو سلاح في دول أخرى تكذب عندما تتحدث عن أنها تريد أن ترفع حضر السلاح لكنها تسمح عبر تجار بنقل سلاح من منشآتها ومستودعاتها ومعاملها نعم تمام سرا سرا ويخرج من جماركها وموانئها في أوروبا سرا تمام تحت عنوان بضائع أخرى أو تصدير إلى دول يسمح بالتصدير إليها يعني تبعط صفقة سلاح لدولة في الخليج نعم تمام بنص البحر قبل قبرص بشوي الباخرة بتكوع بتروع لتركيا بتفرغ سلاح بيصل على سوريا تعقيبا أمسي لعن بعطيت أنا يعني تعقيبا ما تفضلت سيادة الوزير الغرب يصب الزيت على النار والكل يعلم أنهم يسلحون المعارضة ومستمرين بتسليح المعارضة في سوريا يعني لماذا يريدون أن تستمر هذه الحرب في سوريا بعد عامين وهم يعلمون أن العدو الأساسي ومن يقوم بكل ذلك القاعدة في سوريا شوف يا صديقي في مثل عربي قديم يقول ارمي عدوك بالأفعة بيموت العدو بتموت الأفعة مش فرق معه هو بالحالتين ربحان تمام البعض يرمينا بالإرهاب البعض يعتقد أو يرى أن بعض المجموعات أو أن فكرة الإرهاب الآخري وهؤلاء الذين يعني يمارسون نوعا من الإرهاب تحت عنوان الجهاد والإسلام الآخري هنا بالمحصلة بيشكلوا بالنسبة له على المدى الطويل أعداء وخطيرين لو كان بالمدى القصير في تواصل بينه وبينه وفي دعم تبه تمام هو يستخدمهم نعم ويعتبرون سوريا أيضا خصما وعدوا لأنها ليست على ضفتهم فإرمي عدوك بالأفعة شو خصرانين هنين هنين شو خصرانين حتى اللي يجوا من بريطانيا وفرانسا الشباب اللي يجوا من بريطانيا وفرانسا للانضمام للقتال في سوريا شباب صغار وعن يدرسوا وعندوا الالتزامات ببلادهم أو ببلادهم التانية يعني مسلمين تمام نعم شو صار لنين خلصوا منن بعثوهم اجوا بيموتوا بيعيشوا كذا آخر ويخبروا عليهم كمان يعني مش خبرون يخبروا مجموعات أخرى أو إلى آخر وهالناس اللي عما تجي تقاتل تحت عنوان الجهاد في سوريا شو خصراني الولايات المتحدة الأمريكية شو خصرات البريطانيا شو خصراني فرانسا من مين عم تخلص ما بهمهم بيموت الجندي السوري بيسجد الجندي السوري بيموت هذا اللي جاي من الشيشان من أفغانستان من العراق من الليبيا هي شو خصراني شو دافعة شو تكلفت طب السؤال شو ربحاني عم تخلص من الاثنين طبعا هذا ارمي عدوك بالأفع تمام نحن بالنسبة إلهم مش مهم شو معتبريننا العدو ولا الأفع ولا آخره تمام بس نحن بالنسبة إلهم طرف مو مرضي عنهم مش على ضفتهم لسنا جزءا من المشروع الصهيوني في المنطقة طيب لسنا جزءا من المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة لم نكن كذلك في كل أوقات هلأ بجوز نحن أخي مش ملائكة تبه لك دولة ولك قيادات ولك أفراد تمام كلياتنا عنا عيوبنا وإلى آخره بس نحن في المسألة الوطنية والقومية ومعيار السيادة ومعاييرنا تمام نعم مش ما لنا على السكة تبعا طيب ليه أنه ليش يعني مثلا جنوبا وغربا وأقصى الجنوب الشرقي هالخليج الأخري كل آياته بينلبس وبينشرح مثل الخاتم وإلى آخره وأنه نحن يعني مثل الشوكي أنه هدولة يعني شو مميزين بشو أنه ليش ما بينصاع أنه ليش ما بيبلع علينا الرئيس بشار الأسد أنه يعني إذا بدنا شوية الطلبات منه هيقي بعتنا له إياها مع كولين باول بالأفين وثلاثة وبعتنا له الأمير القطري فيما بعد وإجاء رجب طيب أردوغان وجرب ساركوزي أنه ليش لماذا لا يستجيب لماذا لا يستجيب وانت تبعي يعني القطري والتركي والفرنسي أعتى ثلاثة أعداء في هذه الأزمة حاول كثير طمام وهنا الثلاثة بمرحلة من المراحل أنه علاقات سورية تركية وعلاقات سورية قطرية وعلاقات سورية فرنسية وشغلة كذلك طيب شو سر لماذا انفضوا ثلاثتهم ولماذا اجلوا ثلاثتهم في مرحلة واحدة بكل بساطة الثلاثة يشتغلوا على ملف واحد تمام لم يقبل الرئيس بشار الأسد ولا القيادة السورية أنه يمسكوا هالألم يا أخي يوقع الرئيس على هذا الملف مش قادر الرئيس بكل صراحة مش قادر لا قادر تربويا ولا وطنيا ولا اجتماعيا ولا عائليا ولا دينيا ولا اخلاقيا ولا سياسيا ما بيوقع على هذا الحكم لا سوريا ما بيدر ما بيدر ما بيدر هذا يخالف كل هذه المنظومة يخالفها تمام طيب هاي هي القصة باختصار طيب أن يتم ذلك بظل مواقف روسيا والصين وقبل كل ذلك هل سوريا جاهزة لهذه الخيارات تشوف أنا فيني إلك التالي أي مس بالسيادة الوطنية بهذا بمعنى من هذه المعاني تمام لن يكون مسا طيبا أبدا أبدا وبقول لك أكتر من هيك في كتير سوريين اليوم مش ليسوا جزءا مما يحدث يعني بيجوز محيدين حالهم بالمسألة مش على قاعدة أنه ما لنا معنيين وما لنا مسؤولين لا إلى آخر بس يعني ظروفهم معطيات كذلك حتى في منهم بالمعارضة أنا أحاكيك بالمعارضات بره وجوه سيكونون جزءا من المواجهة السورية الكلية مع أي عدوان خارجي على سوريا أنا أعمل لك وأنا مسؤولان كلامي كيف شوف الاختلاف السياسي ليس يعني ليس كفرا تمام هلأ بيجوز أنا إلا كبعسي بيتمنى يكونوا 23 مليون واحد بسوريا ببعسيين وخاصي من هالرواية أخي لا عنا شيوعي ولا ناصري ولا معارض ولا محافظة كل واحد كل حدا بيحزبه بيحلم أنه يكون كل الناس اعترامنا للجميع طبعا طبعا عمل لك هيك هيكل واحد بينفكر وبيجوز هذا جزء أساسا من يعني كل واحد بيتمنى يكون حاله جزء من سيرولة النضال والعمل السياسي أنه توسع قاعدتك الشعبية للأخير بس الواقع غير هيك هذا بالحزبي طيب طلعنا من الحزبي ونفوت على الوطني من مربعين إلى مربع ونحن كل عمرنا منقول وكررناها كتير بالأزمة الوطني يسمو على الحزبي وما بيصير الحزبي يسمو على الوطني الوطني يسمو على الحزبي وعلى الشخصي وعلى المذهبي وعلى الديني وعلى الطائفي وعلى شو ما بدك ماشي طيب إذا سمينا بالوطني ونكشت أي مواطن سوري هيك بهالمسألة هي ستجده وستجد استجابته في المسألة الوطنية كتير عالية كتير عالية نختلف بالحزبي ونختلف معارضة وموالاة وإلى آخرها بس أنا ما بعتقد أبدا أنك ستجد سوريا إذا يعني فركته مثل ما بيقولوا تمام طالعت الجوهر الأصيل منه بيختلف معك بالوطني لا يمكن هذا هلأ بجوز البعض اللي إنه شو هالشوفينية والعصبية وكذا آخره أخي أنا بكل مصداقية ومو كذب ومو أنا وزير إعلام وبعثي وقومي وآخره أنا عندي شوفينية شوي في هالمسألة هي قديش حجمه والله ما بعرف مش على حساب القومي والآخره بس موجودة ومو على قاعدة طبع أنا ضد هذه فكرة تبع سوريا أولا نحن ناس قوميين سنبقى قوميين تمام ولكن إذا كانت سوريا في خطر فكل الفكر القومي والعمل القومي والأداء القومي في ذات الخطر نعم يعني سيادة الوزير طبعا هناك من يرى أن التصعيد الغربي سببه التخوف من انهيار المعارضة طبعا التي صنعوها هم ومع إنجازات والانتصارات التي يحققها جيشنا في كل مكان هل الانتصارات التي يحققها سوريا ثابتة وحاسمة في كل مكان ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء شوف أول شيء ممكن للمعارضة أني أصنعوها أنا مضطر أني صلح دائما لا موش كل المعارضة صنعوها في معارضة طبعا أنا أتحدث عن التي صنعوها ماشي في معارضة حقيقية ووطنية أنا لا أتحدث عن عدين تعالي حكي لك شغلة كتير مهمة طبعا بلاحظة من اللحظات أنت نفسك ما بتلاقي حالك شوياني معارض شوي بمحل طبعا ما بيزعجك من أصغر تفصيل قبل ما فوت على السياسي اللي بيطلع عن إشارة المرور واللي ما بيحترم القانون واللي بيشوف حاله فوق القانون واللي بيشوف حاله أعلى من الناس واللي بيعتبر أنه منصبه أو وظيفته واللي بيسرق التاجر أول وقت آخره بهالأزمة بيحاولينها بالناس أو إلى آخره ما بيزعجك هذا الحك ما بتشعر حالك بمحل المحلات أنه جاء عبالك تشحطه وتسلمه للشرطة وتعوي هذا الزلم يعني يسيء إلى البلد بهذه الأزمة مهي؟ هذا طبعا أنا حددت هنا أنه التي صنعوها هم لا بس نفهم شغلة هذا ما هو سلوك معارض بالمعنى المعارض بالمعنى السياسيخري هذا سلوك وطني ليش أنا أعملك دائما بس تلمع السوري أو تنفض عنه الكمون هاي تطالع كينونته الحقيقية في الداخل كل لياتنا بلحظة من اللحظات نرفض الخطأ نرفض الفساد ضد الفساد ضد الخطأ تمام؟ ضد الارتكابات انتبه ضد القمع تمام؟ ضد الاعتقال ضد عدم احترام مبدأ سيادة القانون هذا مين اللي؟ من الذي يستطيع أو يجرؤ أن يقول لك أنه على يعني يؤيد كل هذه الأخطاء نحن هيك منكون بمعنى من المعاني بجوزة تبروك معارضة ماشي؟ نعم هو عمليا أنت تمارس وطنيتك في بعض المعارضة أو جزء منيح من المعارضة ليس صناعة صهيونية ولا أمريكية هلأ في جزء تمثل دور المعارضة ورهن نفسه هذا بالمناسبة مو برائة اختراع سورية بتونس هيكسار وبليبيا هيكسار وبليمن هيكسار وبالتاريخ كله هيكسار بالتاريخ في كتير صور ونماذج من هذه أما عن الواقع الحالي على الأرض القرار السياسي والوطني السوري والرسمي السوري في مواجهة الإرهاب نعم قرار نهائي لا رجعة عنه تماما كما القرار في الذهاب إلى حوار وعملية سياسية نهائي لا رجعة عنه بذات الجدية بذات العناية بذات الاهتمام وعلى التوازي نعم طيب ما في شك أن الجيش يتقدم في مواجهة الإرهابين ما في شك أنه مع تقدم الجيش وبدء العمليات العسكرية بهذا المعنى أصدر سيد الرئيس بشار الأسد عفوا عاما ما في شك أن اللجنة الحكومية تعمل بشكل جدي وتتواصل ولدينا اتصالات داخلية وخارجية مع قوى معارضة تمام قد لا يكون أو ما بدي لا يكون فهذا يكون من المبكر التعريف بها الآن تمام ما في شك أن المزاج الشعبي السوري تبدل تبدلا واسعا عندما نعم مش تبدلا واسعا انتبه كمان بشمان راهن أنه تبدل واسعا يعني صاروا كل الناس بطفة وحدة لا المعارضة معارضة واللي معمع واللي بالنص والآخر هاي آراء سياسية بس صار في مقاربة أخرى لمفهوم استخدام القوة والسلاح في وجه الدولة الدولة هي الجهة الوحيدة مش بسوريا بكل العالم المخولة دستوريا وفي كل القوانين والدساتير بمفهوم احتكار العنف وعندما نقول مفهوم احتكار العنف بمفهومه التقليدي بمعنى مفهوم ممارسة القوة القوة القانونية لبسط السيادة والقانون والأمن القانونية نعم يعني تحت ظل المسائلة فاذا اخطأ احد من افراد الدولة او ضابطاتها العدلية او الاخرية او الشرطية في تطبيق ذلك يحاسب كما يحاسب اي شخص اخر اعتدى على الدولة او مؤسساتها او مواطنها نعم سيادة الوزيرة كست في تصريحاتك الاخيرة على البعد الاعلامي كبعد رئيسي في الازم ولكن ربما هذا ممكن في بداية الامور ولكن مع اتضاح المشهد ورؤية الموضوع جليا يعني دراسات تؤكد ان فقدان هذه المحطات التي شنت الحرب على سوريا فقدت الجزء الاكبر من مشاهديها وخصوصا في تغضيط الحدث السوري ايه شوف هاي مسألة مهمة جدا انا كنت اول امس اول يابله كان في اخبار وكان في بحث في ختم منشور global research وما بعرف مين المرجعية نعم كان في حديث عن قنوات محددة بعينها انها فقدت الكثير من شعبيتها وقنوات اخرى تصاعدت شعبيته الاخره بما فيها طبعا في احصائية بما فيها الاعلام السوري نعم يعني بما فيها الفضائية السورية والاخبارية السورية والدنيا وسمكة قنوات وطنية نعم وبما فيها محطات عربية اخرى في لبنان او من لبنان وفي الدول الخليج الواقع هذه الدراسة انا لفتت انتباهي لانه فيها شيء من تحليل الجاد التي تقول ان بعض المحطات خسرت مش خسرت بس بال بالمصداقية خسارة المصداقية ادت الى خسارة جزء كبير من الجمهور وانا من سنة ضربت مثال قناة الجزيرة القطرية اللي هي كانت رأس الحرب في الحرب العالمية على سوريا وما زالت انا قلت السؤال الان ليس فيما اذا كانت تكذب او تفتري او الاخرية السؤال الان هل بوسعها في المستقبل القريب او البعيد اخرية ان تستعيد هذه المصداقية وهل تستطيع ان تخاطب ذات الجمهور يعني نحن 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 بمرحلة من المراحل الخوض بحرب الالفين وستة او بالالفين وثمانية في حرب غزة كان عنا كان قناة الجزيرة مرجعية طيب كيف انقلبت كيف تغيرت مثل ما تغيرت تغير امير قطر ورجب طيب اردوغان وساركوزي بالاخير هي تدور في هذا المربع تمام نعم وبالتالي انا بفهم ليش تغيرت وبفهم ليش غيرت اداء ولماذا اصبحت رأس حربة في الحرب على سوريا ولكن انا عم بحكي من الناحية المهنية العالمية هل تستطيع ان تفعل ذلك تمام هلا بكرة بيساووا حلقة خاصة عن الكلام اللي انتصار بالحلقة نعم وبجوزة ما يعملوا اصدر كمان ما نعلم الله شبيلهم نعم البعد الاعلامي مهم بلا شك يعني كيف تعملون لتكريس مواجهة هذا البعد وهل سنشهد محطات جديدة في هذا الاتجاه يعني اريد ان اسألكنا لماذا لا ينطلع مشروع اعلامي سوريا استقطب كل الاعلاميين الذين يحملون الفكر العربي شوف بكل بساطة اولا نحن في خضم مواجهة متعددة الاشكال منها المواجهة الاعلامية دعني اقول بكل بساطة نحن وانا كنتكررها دائما انه الفرق بيننا وبين الاعلام العدو نعم تمام اننا نقول الحقيقة ولا نستطيع تسويقها او لا نعرف تسويقها او من سوقها بطريقة بكتير ذكية وهم يكذبون ويسوقونها بطريقة ذكية هذا فرق بس فرق جوهر اليوم انا فيني ايلك اننا خطونا خطوات نعم تمام متواضعة تمام متواضعة او انا لازم اقول عليها متواضعة عم شان ما يقولون وزير الاعلام يعني عم 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 يعمل بطولات وكذا والاخري تمام وبالاعلام السورية انا علاقتي بالاعلام قديمة بس لما تكلفت بوزارة الاعلام بكل صراحة عم بيحكي اكتشفت اكتشافين متناقضين الاكتشاف الاول ان لدينا كوادر اعلامية هائلة ومميزة وراقية ومهنية ومحترفة بكل القطاعات من العمل التحريري للصحفي للاخبار للهندس كوادر هائلة ولكن ايضا الاكتشاف التاني النقيض ان جزء من المشكلة في جزء موارد تمام ومش موارد فقط قلة موارد ايضا ادارة الموارد وفي جزء اخر من المشكلة استثمار هذا الكادر وحسن توظيفه بكل صراحة عم بشتغل على هدول مو لحالي طبعا انا لحالي ما فيني بعمل شي معي مجموعة من الخبراء والكوادر بكل المؤسسات الاعلامية عم نشتغل لاستنهاض هذه الامكانية واعادة النظر ومراجعة في ادارة الموارد والموارد المالية والتقنية واوى الاخري وكل هذا عم يتم في ظل الحرب الاعلامية وبالتالي قدرتنا على تصريك الحقيقة تمام الاهم شي اهم شي العنوان الاساسي كان انه ما بدنا نقذب مشان نشي كلامنا خلونا عم نحكي صدق خلونا عم نخاطب الناس مع وجود اخطاء حتى احيانا حتى لما نحكي صدق احيانا بيطلع لك واحد بيقول لك المشهد الفلاني واللقطة الفلانية والكلمة الفلانية والاخري ماشي اولا نحن في ظروف معركة يجب ان يقدر الناس ذلك تانيا كان عنا مشكلة في اننا الصورة ما عم ننزل على الميدان تمام وسرعة الخبر طيب رحنا على الصورة صلنا ننزل على الميدان طبعا الطرف الاخر صاري لك عم بلش بفبرك وصور صرنا الخبر السريع صاري لك شلون وصل التلفزيون السوري يا اخي على المكان الفلاني بهذه السرعة ما هو اللي ايله انه وصل ما التلفزيون السوري بعيدا عن المكان الحالي تمشايا خمس دقيق وبالسيارة دقيقتين عرفتها ليك بمعنى اخر كل شيء له جوابه طبعا بهذا الموضوع ليش التلفزيون او الاعلام السوري ما كان بالمحل الفلاني وسمحته للقناة الفلانية لكل شيء اعتباراته وتفسيره نحن جاهزين نجواب على كل رواية وكل قصة ما عنا مشكلة بذلك وبمصداقية الاصرار اليوم في عملنا الاعلامي ان نبقى مش نلامس الحقيقة في جوهر الحقيقة ولو حدثت اخطاء الاخطاء بتتصلح اليوم انا بقلك بكل جدية نحن ما كان عنا بالتلفزيون السوري قبل الازمة ما كانوا مضطرين ما كانوا مفكرين اساسا يكونوا عندك مراسل حربي مثلا صار في مراسل حربي تدربت الناس بجوز ما تدربت اكاديميا ودورات تدريبات تدربت على الارض بس في تدريب لها ايضا اكاديميا تماما اليوم الناس ما كانت تعارفة يتحرر بعض المسائل ان اول مرة تتعرض لمثل هذا النوع من التحديات تغير الموضوع مع ذلك انا بدي رئيلك الاعلام السوري بالمجمل بما له وما عليه بعيوبه وحسناته تمام يبقى اعلاما وطنيا نعم ويبقى قادرا واعلاما جامعا انتبه جامعا وطنيا واعلاما جامعا ونحن مقولتنا وشغلنا اللي عم نشتغل عليه هذا كان بالبيانة الحكومي هذا الاعلام اعلام دولة وليس اعلام حزب وليس اعلام شخص وليس اعلام تيار وليس اعلام اتجاه ونريد ان يكون كذلك هذا اعلام اعلام الدولة والشعب السوري شعب هذه الدولة لذلك هو مفتوح على كل النقاشات وكل الخيارات وكل وجهات النظر وكل الاراء واللي مش بسد يجربنا طب استاذ عمران هذا فيما يتعلق بالشق الاول من السؤال الشق الثاني لماذا لا نرى مشروع اعلامي عروبي يستقطب اصحاب الفكر العروبي المواجهة الافكار الاخرى الضيقة التي تتعرض لها المنطقة شوف الحديث عن اي مشروع عروبي هلا بالسياسة ولا بالاعلام ولا بالاقتصاد مهمة كتير وانا على خلاف الذين يعتقدون او يرون او يتشاؤموا او احزنتهم مواقف بعض العرب تمام حتى من القوى السياسية للأسف حيانا بتسمع حدا يساري ناصري او قومي او حتى بعثي او الاخري في بعض الدول العربية بيطلع برواية او بقصة بتتفاجئ انت انا بقول هاد ما بيعكس جوهر الشخص اللي عم يحكي بيعكس حجم التضليل الذي تعرض له هذا الشخص او هذا التيار كمان نحن عمنا مش عم نحكي عن التضليل طيب زل التضليل احيانا ندخل الى بيوتنا الى بيوتنا مو كذب هذا الحكي يعني احنا في البيت الواحد احيانا بجوزة تلاقي اخي مختلفين واحد مقتنع بالليئات له بعض القنوات واحد لا طب هاي حقيقة مش كذب هذا طبعا عم بحكي انا في بداية الازمة طب عند الاخرين ونحن بجوزة تلفزيون انا ما عم يوصل وبسنا ما عم يوصل لكل المحلات بسبب العرب سات والنائل سات والاخرية تمام مهي طيب هذا الكلام بده مقاربة جدية كتير المشكلة ليست في طريقة التفكير الناس والاخرية المشكلة ايضا في حجم التضليل حجم التزوير لذلك يجب ان لا ننقطع سياسيا وعروبيا وقوميا عن كل القوى السياسية نعم هذا نعم سياسيا عربية وقومية وان نبقى نتذكر بانه يجب ان يكون هناك دائما مشروعات عمل قومي ربما هذا المشروع المهم لان هناك تيارات شعبية كثيرة في الدول العربية تقاربت افكارها مع الازمة في سوريا مع الشعب السوري وهي قامت بمسيرات ايضا مع الشعب السوري لذلك نحن نتحدث عن هذا الموضوع سياسة الوزير انتم متهمون بانكم لا تدخلون الا الصحفيين المقربين من دمشق ومواقفها هل فعلا سوريا مستعدة لمنح اي اعلامي في العالم تأشيرة الدخول لاراضيها لنقل الحقيقة وما هي الشروط الواجب لذلك شوف انا مبارع عملت لقاء مع سينين سينين ما ابعتقد انه مقربة تمام ودخلت الى سوريا كل المحطات دون استثناء بي بي سي واي تي اين والفرنسو قنوات كثيرة والسي اين اين يعني شو بدك دخل المحطات وصحافة اد ما بدك نحن عطينا اكثر من ثلاثمائة موافقة منذ مطلع العام حتى الان نعم لوسائل اعلام عربية واجنبية وغربية ومن كل الاتجاهات وفي منهم فاتوا وكتبوا مقالات يعني سم علينا ماشي وكتبوا وفي منهم راحوا لمحلات بدون ما يعلمونا حتى خفنا عليهم يعني احنا مش راه وجرب يعمل كذا وفي منهم عم يكون موجود فريق منهم بالشام ويدخلوا بطريقة غير شرعية مثلا من تركيا او من لبنان او الى اخر تمام مع ذلك تعاطينا مع هذه المسألة انطلاقا من رؤية محددة نحن مع ان ينقل الناس ودنقل الصحافة وكل التلفزيونات ما يجري في سوريا هلأ بدو يجينا اكيد ناس جاية بهدفه غاية محددة بيشوف ابيض بيكتب اسود تمام ونعرف سلفا انه بدو يكتب اسود لكن هؤلاء الناس بدأوا يتغيرون ايضا بدأوا يتغيرون بالتعامل المباشر معهم نعم بالمصداقية باليل الاخرية هلأ في محطات ومؤسسات رأس مالها وسياستها وتبعيتها ما بتسمح له الاخرية وفي محطات لن نسمح لها بالدخول بشكل رسمي داخلة وعندها مراسلين فوق ببعض المناطق في الشمال وعمت بصر سائل يومية تمام مثل الجزيرة والعربية وكذا وإلى آخر مهي طيب وفي منهم تعرضوا لمشكلات كثيرة رجالهم ونساؤهم للأسف تمام نحن بالنسبة لنا كل مؤسسة إعلامية تعمل بشكل حرفي مهني وهي مسألة نسبية كمان حرفي ومهني تمام بلنا اللي بيشوف أبيض بيكتب أسوأ ما عنا مشكلة معه ليس لدينا مشكلة معه تمام بس طبعا فيه فيه إجراءات يعني ممكن يوم التاني بده يبعت لك وفد وكذا وإلى آخر أنا مو عامل مرجان تسوق تمام وجاي يغطي فعاليات وكذا المؤسسات التي هي جزء من الحرب على سوريا جزء من الحرب على سوريا ما بتفو بس بكل بس بساطة بكل بساطة نعم طيب سيادة وزير جزء مما تتعرض له سوريا يرتبط بتصفيت القضية الفلسطينية وقبل أيام كان عرض التنازل تبع حمد والعربي حول تبادل الأراضي والتي تم وصفه بأنه وعد بالفور القطري ما الذي يحاك للقضية الفلسطينية شوف ما الذي يحاك القضية الفلسطينية ما يحاك القضية الفلسطينية ليس جديدا بالأساس القضية الفلسطينية أساسا كلها يعني عملية حياكة مؤامرة طويلة عريضة عمرها عقود مهيم لكن ما يحاك الآن لتصفية المطالب الفلسطينية بشكل نهائي وبالتالي يعني أنا لما سمعت هذا الخبر وسمعت تصريح التبع القطري تمام حمد اللي هو أنا لما سمعت كلامه حقيقة لم وصب بكل مصداقية عم حاك والله وبكل شفافية ما اندهشت أنا شو متوقع منه إننا نقول من قلب واشنطن إما القدس وإما الحرب على إسرائيل ما هو يعني ما قاله كفر وما صمت عنه كفر تمام هذه الأرض الفلسطينية مش قادر حدا في العالم بالعالم ها يعني مرأ ومرأ وزراء ومرأ رؤساء وشو ما بدك ما حدا يبيني يصفي القضية الفلسطينية وأي أحد بيبس القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني تبعي حقوق الشعب الفلسطيني السابقة للفصائل والسلطات والدول والرؤساء والزعامات فالسابقة إلنا كلنا تمام أي حدا بجربي مسا أي حدا بجربي مسا يسقط تلقائيا نعم سيادة الوزير يعني هذا السؤال يطرحه الآن على أعتقد جميع المواطنين السوريين وكالات أنباء تناقلت عن أن إسرائيل قامت بقصف قافلة سورية متجهة إلى لبنان حسب زعم المصادر يعني لكن حتى الآن ليس هناك تأكيد أو نفي لا من الجانب الإسرائيلي ولا من الجانب السوري ما دقت هذه المعلومات أولا طلع أخبار كثيرة حول هذه المسألة هناك تدقيق سوري جدي في هذا الأمر حتى الآن هذا التدقيق لم يصل إلى نتائج عندما يصل هذا التدقيق إلى نتائج سنقول كل شيء بشفافية وعلى العلد هذا قولا واحدا تمام وأقول بكل صراحة سوريا مش مكسر عصا وهذا الكلام بقوله للكل للكل من هنا أنا كوزير إعلام أقول لكل من ظن خطأا سكرة تمام صاحيا نائما مستيقظا تمام حالما متأملا أن تكون سوريا مكسر عصا أقول له أنت مشتبه وواهم وعلى خطأ كبير الجيش العربي السوري يطبق الخناق على الإرهابين في معظم الأراضي السورية ما الذي تريد أن تقوله سيادة الوزير لمن حمل السلاح أنا أقول لمن حمل السلاح من السوريين أولا خطأا ظنا اعتقادا تضليلا إلى آخره هناك فرصة متاحة كبيرة جدا لغمي السلاح وبدء سيرة ذاتية ووطنية جديدة وهذه دعوة جادة وحقيقية ومسؤولة وأقول لمن جاءنا من الخارج تحت أي مسمى وعنوان ومن أي بلد وإي جنسية ومن أين عبر مش مهم تمام فيه الدام وفرصة ليشمع الخيط فيه الدام وفرصة هذه الفرصة ليست طويلة ليست طويلة ماشي لن يعني البلاد لم تهن ولن تهن نعم ولن تهن ونحن قوم لم ولن ولا يسهل علينا الهوان ولا يستطيع أحد أن يهيننا أو يهيننا أو يستهن بنا سيدة الوزير كلمة أخيرة للسوريين ولأمهات الشهداء تحديدا الحقيقة أولا للسوريين أقول يعني الوطن بالمجمل بالمجمل رغم جراحه ورغم آلامه الوطن باقي على راسنا من فوق ونحن يعني نستعدين أن نكون مداسا لهذا الوطن جميعنا بالتأكيد وأقول لأمهات الشهداء بكل صراحة ولعائلات الشهداء كل حدا بيقلكن تعازينا وإلى آخره أو بهني أو إلى آخره تمام تهني بالشهادة أيضا اسلوب وسلوب سوري ليس في لغتنا ولا في قواميسنا لا جملة ولا كلمة ولا بيت شعر ولا شيء في العالم تمام إلا قوله تعالى ولا تحسبا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ليس لدينا غير هذه الآية تمام من كلام نقوله والحقيقة يعني أنا بقول لك بكل صراحة فلنجرب نبحث بكل القواميس ويألف الشعر أو يكتبوا الكتاب الأخري والله لا يوجد شيء يعادل قيمة هؤلاء وقيمة هذه الشهادة وقيمة هذه التضحيات سوريا باقية وسوريا عظيمة وسوريا يعني أمنا جميعا ومستقبلنا جميعا ووطننا جميعا أنا أدعو العقلاء كل العقلاء بغض النظر عن تماءاتهم الحزبية والسياسية وموقفهم من الأزمة السوريين الوطنيين السوريين في كل مكان في الداخل والخارج إلى لحظة تبصر وشجاعة ووقفة عز وطنية مع الذات أولا ومع الوطن لو بدأوا يقف مع حالو بالأول واحد وكل شي بيصير شكرا لك الأستاذ عمران الزابي وزير الإعلام كنت معنا على الهواء مباشرة الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام الرحمة والخلود لأرواح شهداء سوريا البررة وتحية لأشاوس جيشنا البطل مشاهدين الكرام نحن في معركة نكون أو لا نكون ولكن كنا وسنكون وستبقى سوريا بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قاوم قاوم والقاق في الحشب قاوم قاوم فأنت قوة الله عند الخطر قاوم 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 والقاق في الحشب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قاوم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة